يصل صباحكو نصحتنا لهذا الصباح كتير من الامهات بتشكي ان ولادها بصير عندهم ضعف التركيز في المدرسة فبنسأل الام ابنك بفطر؟ بتقول لك اه بفطر طب شو فطوره؟ ممكن يكون بفطر شوكولاتة ممكن يكون بفطر كاسة عصير لكن للأسف مش هذا الفطور الصحي احنا بنا نركز على فطور بيحتوي على كربوهايدريت معقدة عشان يضلوا مستوى الجيلوكوز يرتفع تدريجيا في الدم ويضلوا مستوى التركيز عالي فافضل الفطور للأطفال ان احنا نفطرهم بطاطا مسلوجة نفطرهم الخبز وياريت يكون خبز قمح ممكن نفطرهم شفان ممكن نفطرهم كورنيفليكس هذه الكربوهايدريت المعقدة هي افضل في الفطور من السكريات البسيطة لانه الطفل راح يروح على المدرسة ويقعد ساعات اكتر من 6 ساعات في المدرسة اذا ما كان الفطوره بيحتوي على كربوهايدريت معقدة راح يشعر في نص المدرسة بانهيار وتركيزه يروح اشتركوا في القناة